لا تنتهي مشاكل اليمنين ولا تتوقف متوالية تتابعها فمنذ انقلاب الميليشيا وسيطرتها على مؤسسات الدولة كل يوم تطفو على السطح مشكلة جديدة الجوازات المشكلة القديمة الجديدة التي طالت بتأثيراتها اليمنين في الداخل والخارج على السواء قبل أشهر اكتشفت الحكومة الشرعية إن الجوازات التي اصدرتها الميليشيا خلال عام 2016 مزورة وغير مطابقة للطبعة الرسمية المعلومات الرسمية تحدثت حينها إن الميليشيا لجأت إلى طباعة كميات كبيرة من جوازات السفر المزورة في إيران ومطابع محلية بعد نفاذ الكميات التي كانت بحوزتها في العاصمة صنعاء وبقية المراكز في المحافظات الخاضعة لها وفي إطار وضع الحلول لتلك الإشكالية قامت الحكومة باستبدال تلك الجوازات في السفارات لمن هم في الخارج أما من هم في الداخل فكان عليهم الذهاب إلى المحافظات المحررة لاستبدالها وهو ما تعذر على الكثير منهم خصوصا في تلك المحافظات التي يقبع سكانها تحت حصار الميليشيا اليوم عادت المشكلة إلى الواجهة مجددا بعد أن وجد مئات اليمنيين أنفسهم غير قادرين على استكمال معاملة الحج لعدم قبول تلك الجوازات وزير الأوقاف أحمد عطية قال إن الجوازات الصادرة خلال الفترة سابقة الذكر غير مقبولة لعدم وجود بيانتها لدى مصلحة الهجرة والجوازات لكنه لم يتحدث عن أي حلول مقترحة في البيان الصادر عن الوزارة باستثناء ما طرح سابقا من ضرورة إصدار جوازات في المحافظات المحررة وهو الأمر الذي يتعذر على من وضعتهم الميليشيا تحت الإقامة الجبرية في المحافظات الخاضعة لها